أعلنت وزارة التعليم العالي أن عدد الطلاب المتقدمين لتنصيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85 ألف طالب على موقع التنصيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد وأكدت الوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنصيق الإلكتروني موجهة الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحشة وإمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الاثنين المقبل